اجواء هادئة ومميزة ابتدأت خلال فعاليات مخيم فانتاستيك الصيفي الذي انطلق مساء أمس بورشة تعليمية حول أساسيات العالم الافتراضي وكيفية تصميم برامج وتطبيقات ثلاثية ورباعية الأبعاد وذلك في متحف الشارقة للسيارات الكلاسيكية والمستمر على مدى 12 يوما أنا فنان ثلاث أبعاد وهذه الدورة أعلم فيها عن الواقع الافتراضي فالواقع الافتراضي نوع من أنواع العلوم والفن الجديد فعند استخدام الشخص لنظارات ثلاث الأبعاد يشعر وكأنه في بيئة أخرى فهذه الدورة خصصة للمرح وإنها فريدة من نوعها بالنسبة لجميع الطلاب في هذه الدورة لأنها غير موجودة في أي جامعة أو كلية فهذه فرصة مميزة للطلاب لتعلم الواقع الافتراضي مع المحترفين والمهنيين سيتم خلال الورشة المقامة على مدار الأيام تعليم الطلاب كيفية تصميم برامج وتطبيقات على الحاسب الآلي وذلك باستخدام الفوتوشوب إذ يشبك بالنظارة ثم يأخذ بعد ذلك أفضل الأعمال لعرضها في فيم خلال مهرجان الشارق السينمائي الدولي للطفل إحنا هون في ورشة الواقع الافتراضي رح نتعلم كيف نسوي مشروع واقع افتراضي رح نستعمل برامج اسمهم 4D movie وفوتوشوب ويارب أتعلم كثير بهذه الوركشوب وأستفيد فيها من السمودة الانترودكشن اللي احنا كنا نأخذ النهاردة موضوع أنه إزاي ممكن نخدع الحواس من ناحية النظر أو اللمس أو كده علشان الشخص اللي بيبقى في اللابس العدسات بتاعت السمودة العالم الافتراضي ده يبقى حاسس إنهو في المكان ده في الورشة دي إحنا في الأول بنتعلم الأساسيات إزاي ممكن نوصل لإن إحنا نعمل مشروع كامل مبني على الواقع الافتراضي بس فإن شاء الله خير يعني أنا اليوم في ورشة صناعة الورش والرياليتي وإلى الآن تعلمت إنه أساسيات الورش والرياليتي شو معناها وشو فايدتها في الحياة ومن الأساسيات اللي حنستخدمها في صناعة الورش والرياليتي اللي هم الخمسة حسات للبني آدم اللي هم من حسات الشم للسماء للنطب لللمس مخيم فانتاستيك الصيفي فرصة ذهبية لعشاق الإبداع للإطلاع على نافذة العالم الافتراضي والخوض بتفاصيله وأساسياته ليكونوا قادرين على الولوج بأعماقه بطريقة بسيطة ومبتكرة نجدد لكم التحية ومشاهدين الكرام نمسي بالخير على كل ما ننضم لمشاهدتنا في هذه اللحظات إذن ورشة مميزة وتفاعل جميل مشاهدين الكرام من المشاركين في هذه الورشة بالتأكيد كذلك مشاهدينا للحديث أكثر عن برنامج هذا المخيم مخيم فانتاستيك الصيفي الذي تنظمه مؤسسة فن يسعدنا النسطي الضيب في الاستيديو الأستاذة حصة الغص منسق علاقات عامة في مؤسسة فن مساة الله بالخير اختي حصة وحياة الله معنا الله يسلم في البداية نود أن نتعرف على هذا المخيم وتفاصيله وهل هي السنة الأولى له لا طبعا نحن كمؤسسة فن كل سنة نسوي المخيمات وعندنا اللي هو الصيفي وفي عندنا اللي هو الوينتر كامب نسمي الشتوي وطبعا كل مرة الموضوع يكون غير يختلف فهالسنة اخترنا للفيرتو والريالي اللي هو العالم الافتراضي وحبينا أن نقدم هذا الشيء أو نعرف الشباب والناشئة على هذا الموضوع وندخلهم أكثر فيه وننمي مواهبهم من هذا الناحية جميل ما بول سنة هذه للمخيم لا بس الموضوع غير كل مرة في كل سنة هناك موضوع مختلف صحيح ويختلف الصيفي عن الشتوي ربما الصيفي أطول نوعا ما لكن الفعاليات كذلك مختلفة تقريبا تعتمد على الإجازة اللي موجودة صحيح تركزون على مواضيع معينة في الصيف يعني مقارنة في المخيم الشتوي لا نحن نحاول أن نتمي في محور الفن الإعلامي الفوتوغرافي فيلميكنج الصنع الأفلام الصنع الكرتون وهذه الأشياء جميل تستهدفون في عمرية معينة في المخيم هذا؟ في هذا المخيم حيننا نحن نحاول من سنة السبع عشر وفوق جميل طيب البعض يتساءل يعني بما أنكم يعني حددتي في مجال صناعة الأفلام والسينما وغيره والتقاط الصور وتوثيقها وتعديلها يعني هل غالبا المشاركين في مثل هذه المخيمات هم من منتسبين مؤسسة أم المجال المفتوح لغير منتسبين مؤسسة للمشاركة؟ لا يكون مفتوح يعني الساعات نستهدف اللي هم الطلاب المدارس وساعات يكون يعني حق الأعمار اللي هم الأكبر فيكون موجود اللينك على الموقع مالنا يعني كل حد ممكن يسجل جميل طيب اخت حصة في المقابل يعني هل تشترطون أن تتوفر الموهبة لدى المنتسب أو المشارك في هذا المخيم الصيفي الموهبة في مجال صناعة الأفلام والسينما يعني على الأقل ولو بجزء بسيط جدا لا نحن يعني بالعكس نحن حابين أن نعرفهم وتنمون موهبتهم يعني اللي عنده عنده فكرة عن هالشي بالعكس نحن بنمي هالشي ونطوره واللي حاب أن يتعرف يعني في المكان السموجود المكان السصحي صحي صحي طيب البعض يتساءل يعني هذا المخيم ما الهدف منه المخيم الصيفي اللي تنظمه مؤسسة فن يعني نحن مثل ما قلت مساعة نحن حابين أن نحن نطور نطورهم يعني من هالناحية بالذات الناس اللي يحبون مثل الصنع الأفلام أو مثل ما قلت حين هو الرياليتي يطورون مثل ألعاب أو يطورون برامج أو مثلا ندخل في الانيميشن فيعتمد حسب الموضوع وكل مرة يعني نشوف أنه ما شاء الله النتائج ستكون أحلى وأحلى كل سنة صحيح البعض كذلك يتساءل يعني لماذا تحديدا وقع الاختيار على متحف الشارقة للسيارات القديمة ليكون مقر للمخيم يعني هل هذا الموقع بالفعل راح يخدم من المخيم هو نحن كل مرة يعني نختار موقع مختلف بس المتحف الشارقة للسيارات القديمة دوم تعاون يونيونا طبعا نحب أن نشكرهم على هذا الشيء ستاهلون وبعد كمكان يعني هو قريب نقدر نقول يعني تقريبا هو في النصف يخدم المكانين يعني صحيح وبعد قلنا ممكن يكون السيائير اللي موجود ممكن تكون كإنسبريشن أو إيحاحة للطلاب اللي هناك اللي يسعون البرامج اللي هو في الرياليتي يعني أن يأخذون الأشكال السيائير ويطبقونها في اللعبة أو البرامج اللي يسعونها اللي هو خاص بالعالم الافتراضي هاي جميل طيب البرنامج اللي سيقدم خلال فترة هذا المخيم الصيفي طبعا هال المخيم ثلاثة سابع في الأسبوع الأول نحن بنركز على أن نعرفهم على شو هو الفيرتوال الرياليتي ونعرفهم على النظارة اللي هي اللي تستعمل في الفيرتوال الرياليتي يعني والأسبوع الثاني بنبدأ وياهم أن نكون اللي يبغي يكون لعبة أو يكون برنامج طبعا في 3D و 4D كل بالفيرتوال الرياليتي وفي الأسبوع الثالث يعني بنسياهم وبنحاول نطور اللي هم سووا نميها الأفكار يعني طيب العالم الافتراضي استخدام صاميم ثلاثية الأبعاد رباعية الأبعاد يعني في الحقيقة هو تركيز الحاضر والمستقبل في هذا المجال مجال صناعة الأفلام وصناعة السينما وعالم السينما بشكل عام يعني كيف وجدته تفاعل المشاركين والمتسبين لهذا المخيم الصيفي مع هذه المواد وهذه الأساسيات الخاصة بهذا المخيم طبعا هو اليوم ثاني يوم اليوم ثاني يوم ما شاء الله نحب دين البارحة بس ما شاء الله يعني فيه عدد طلاب جيد ووايد حابين الفكرة يعني بالذات أننا نحن يعني الفيرتوال الرياليتي نقدر نقول أنه مو بس في الألعاب أو مو بس هالبرامج يعني الفيرتوال الرياليتي ممكن حتى هم يستعملون حقهم هم في المستقبل تعرف مثلا نقدر نقول الدزاينرز أو أركتكتشرز يعني بدل ما يسوون بروتوتايب يعني شيء جدامهم ويكلفهم أن يصنعونه يسوون في فييرتوال الرياليتي ويقولون نشوفونه كحقيقة وكشيء جدامهم طيب هل هؤلاء المنتسبين مثل ما أنت ذكرتي الآن أنتم تحاولون أنكم تعدون مصممين في مجال العالم الافتراضي هذا ويعني ما بنطلق عليهم خبراء ولكن ربما موهوبين في هذا المجال طيب يعني هل بالفعل هؤلاء راح يكون خط صيرهم في هذا المجال يعني أنتم تسهدون في عمرية تبدأ من سنة السابعة عشر فما فوق صحيح؟ يعني هذا ربما خريج أول سنة جامعة ممكن أن طيب سنة جامعة بالضبط أنهل فترة المدرسية والدراسية والآن هو مقبل على تراسة الجامعية هل بالفعل لاحظتم بأن الغالبية متجهة إلى مثل هذه التخصصات؟ في حد منهم ديزاينرز وفي الفيلميكرز طبعا اللي هم تكونون دوموا ينا بس في بعض اللي هم يعني يحبونها الشيء كهواية بس أو كشيء يحبون وحبون أن يطورونه جميل في عدنا بعض اللقطات الخاصة بهذا المخيم وربما أعتقد تعطون مشاريع ربما تخرج لهذا المخيم يعني نلاحظ حاليا مثل هذه اللقطات هل تطلبون من كل واحد أن يعد مشروع قبل نهاية المعسكري قادمة؟ هو ترى يعني في هاته السابيع هم بيبدون من أول شيء إلى آخر شيء بيطلعون بـ One Project أو نقدر نقول مشروع كامل أهام للجميع نشارك فيه أو لكل حد فيه مشروع؟ كل حد لمشروع روحه يعني وعلى آخر أسبوع إن شاء الله يعني بنشوف هم شو سووا وكيف ممكن نحن نطوره ونحن هالمشاريع إن شاء الله بنعرضها في مهرجان الشارج السينوائي فعنا المكان الذي هو اسمه فيم اكزيبشن نعم صحيح ونعرضه هناك جميل طيب يعني ذكرتيني في شغلة وأنا قبل أن تذكرين مهرجان الشارج السينمائي الدولي للطفل أنا كنت فعلا راح أوجه لك هذا السؤال هو كيف ممكن الاستفادة من هذه المواهب من هذه المخيمات سواء كانت الصيفية أو الشتوية في عملية تنظيم مهرجان الشارج السينمائي الدولي للطفل من ناحية إضافة فعاليات من ناحية إضافة ربما يعني خلنا نقول حائط للمواهب المنتسبة لمؤسسة فن سواء من خلال معسكراتها الصيفية أو من خلال فعالياتها وأنشطاتها طبعا نحن مؤسسة فن نحن نظم مهرجان الشارج السينمائي ونحن نكون يعني عاطين قسم كامل وكل سنة يكبر هذا القسم لأن عدد الطلاب اللي عندنا في المخيمات يزيد كل سنة ويعني نقدر نشوف أن طبعا الصيف والشتاء والربيع كل هذه المخيمات نأخذ منها الأشياء اللي طلعت أكثر شيء أو نقدر نبرزت أكثر شيء ونعرضها هناك وحد من الطلاب بعد يعني يبدأ يدخل في مجال صنع الأفلام ويعقب ممكن نعرضها نحن في المهرجان ويمكن يوم الأيام بعد يطلع عنا فائز إن شاء الله بإذن الله يعني تستذكرين اخت حصة موهبة شاركت معاكم في إحدى المخيمات ومن ثم تطورت هذه الموهبة دعمتها مؤسسة فن شاركت في ربما المهرجان السينمائي الدولي للطفل وبرزت في الحقيقة وأصبحت يعني من المواهب اللي ربما يعني تبنتها المؤسسة ربما عندكم قصص مختلفة قصص نجاح مختلفة نحن عندنا وايد صراحة وايد طلاب يعني حتى تروا تشوفهم صغار ويوم تشوف الأشياء اللي يطلعون فيها يعني ما شاء الله وايد أشياء جميلة يعني هم بعدهم ما بدوا لأننا كنا قبل نركز أكثر في المهرجان على الأطفال والشيخ سلطان السيني طافت أعلى أن نستوح الأطفال والشباب المهرجان السينمائي صحيح السمو الحاكمة فنحاول يعني ياسين حاول ندخل للشباب أكثر هاي السنة صحيح عادة اللي يشاركون معاكم في مواسم معينة ثمية تجهون لإستكمال دراساتهم الجامعية هل يكون في تواصل معاهم ولا ينشغلون في دراساتهم لا لا وايد منهم يردون لنا ويعني كانوا يقولون لنا مثلا هالو ورشة اللي ينسن سنة 16 ليش ما تأخذون أكبر نبنكون ياكم يعني بعيدنا نبغي نتعلم زيادة فشي جميل يعني صحيح المخيم أخت حصة قلتي لي بدأ يوم أمس وراح يستمر لغاية متى إن شاء الله لين آخر الشهر تاريخ تسعة وعشرين تسعة وعشرين جميل بعد نهاية المخيم كل منتسب رح يقدم مشروعة حرصتوا على أن تكون المشاريع هذه متنوعة مختلفة ولا يعني ما في مانع من التشابه والتكرار هو طبعا ما في مانع يعني كل واحد وهو شو حاب بنا يسوي يعني صحيح وطبعا هين نحن بن يعني نحاول قد ما نقدر ننوع يعني بيكون شي حلو طيب عملية التوجيه والإشراف على هذه المشاريع عثناء هذه الفترة يعني هي ربما فترة سبوعين تقريبا فترة المخيم محتاجين المنتسبين إلى عملية توجيه لمشاريعهم كيف ممكن هل هذا الخط اللي أنا ما شفيه صحيح هل الخطوة القادمة أنا يعني مستعد لها أتممت الخطوة اللي تسبقها أو لا هل هناك في مشرفين على مشاريع التخرج؟ طبعا وياهم المشرف موجود طول الوقت ومثل ما قلت لك أول أسبوع هو يعني بيعرفهم على الفيرتور ريالتي وأول أسبوع بيكون كلي يعني تدريس ممكن نقول يعني بيدرسونهم عن هالأشياء وكيف ممكن يطلعون بأفكار ومن الأسبوع الثاني بيبدون أنهم هم يصنعون هالأفكار يعني جميل عادة يكونون مجموعة من هؤلاء المنتسبين يعني مشاركين معاكم حتى في عملية التنظيم بالنسبة للفعاليات اللي تنظمونها سواء كان المهرجان السينماي الدولي للطفل أو غيرها من الأنشطة والبرامج التدريبية ورش العمل اللي تنظمها المؤسسة هل يعني البعض منهم يشارك متطوع معاكم؟ لا يعني نحنا كمؤسسة نحنا ننظم هالأشياء والطلاب يعني يختلفون معنا في عدد طلاب دوم ويانا بس ما تشد يعني يمكن كانوا صغار فإن شاء الله يمكن مهرجانات الياي إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله طيب في القادم من الأيام إن شاء الله أو من الأشهر ماذا تحضر مؤسسة فن من فعاليات سواء كانت مخيمات أو غيرها طبعا في شهر عشر سيكون مهرجان السينمائي إن شاء الله في قاعد جواهر وإن شاء الله سيكون بعد المخيم الشتوي يعني في يناير إن شاء الله سيركز على صنع الأفلام جميل جدا فترة المهرجان بتكون مدتها سبوع من تاريخ خفرات 18 أكتوبر 2018 أكتوبر جميل السنة في حاجة مختلفة إن شاء الله ياسين حاولي نركز على الكتاب بما أن الشارجي يعني عاصمة الكتاب العاصمة العالمية العاصمة العالمية نعم صحيح فأكثر داخلين في محور الكتاب والأفلام اللي كانت كتب وستوات يعني أفلام جميل جميل وهذا جانب مهم جدا في الحقيقة يتماشى مع استراتيجية لمارة خصوصا بعد إعلانها عاصمة العالمية للكتاب في هذا العام عام 2019 ميرادية أنا أتمنى لتحصى كل التوفيق إن شاء الله ولمؤسسة فن والقائمين عليها خصوصا إيها مؤسسة ريادية في الحقيقة تقوم بأدوار مهمة في سبيل تنمية المهوبين في مجال صناعة الأفلام والسينما شكرا جزيلا مرة أخرى لأستاذ حصة الغس منسق علاقات عامة في مؤسسة فن شكرا إذن مشاهدين وصلنا إلى الختام ختام فقرات برنامج أماسي لهذه الليلة دمتم في حفظ المولى وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة